ماذا توقعت أني أسألك سؤال شخصي؟ أنا أساساً عن جد ما عندي شي يحرجني بس إذا بالشخصي بدك تحكيني بشي يمكن آخر حملة عملت علي بالنسبة لأولادي أنه كيف سفروا لبرة اعتبرت أنه ما فيش غير هذا الموضوع شوف أداي مكشوف أنا لأيكم صح كتير أنت أداية طالت أنه أنت نائب بالبرلمان اللبناني نائب مش بس بالبرلمان اللبناني عن كتلة هي كتلة العهد الحالي أنه سفرت ولادك من البلد فالكتير سألوا طيب إذا سليم عون عم بيودي ولاده من البلد نحن لأي بلد بدنا نترك ولادنا صحي أنا أول شي مثلي مثل كل الأهل بلبنان صح أنا بفرق إذا كنت نائب عن كل الأهالي بلبنان أول شي سألوا ما يرجعوا يتطلعوا عن نفس الصفحة اللي حطيت علي صورة ولادي ما إبني جورج مسافر من قبل الأزمة مسافر بقاب لألفين وتسعة عشر خليني قبل خبر سألوا أنه أنا عندي أربع أولاد بيتعلموا بالجامعة اللبنانية الأربعة تخرجوا من رومية أنت إذا ابنك تخرج من رومية شو بدوا يعمل تخصص كل تخصص لو في منه بلبنان أنا أكيد ما بحب سفروا بحبي يضلل معي هون انقبلوا بالبنانية أول شي طالعين عم يتخرجوا من أحسن جامعة بفرنسا وبتأهلهم يصفهم كان بلبنان لماذا لبكرة إذا توظفوا بلبنان يقولوا بواسطة بيون تاب توني ما شافوا أنه نايب مش قادر يلاقي شغل لأولاده هون ولا عنده إمكانيات يمكن يخليهم يبلشوا بالشغل تاب لاش كم في عائلة لبنانية ولاده عم يتعلموا برة ما في عشرات الألاف طيب أنا واحد مثلهم بدي أرجع إليك قلت لك لاش عم إليك بالجامعة اللبنانية لأنه أول شي ما شافوا أنه أنا ما عندي عقدي ولادي يكونوا خريجين الجامعة اللبنانية وأنا خريجي الجامعة اليسوعية بالعكس شايف حالي فيها بس هايدي معناتها أنه أنا كل ولد منهم مش مكلفني ولا مرة قصد جامعة كتير علي أنا المهندس من سنة الأربعة والثمانين مشتغل للألفين وخمسة يعني واحدة وعشرين سنة ما قادر إذا مش قادر علم ولادي كفيرون يتخصصوا سنة اللي عراي ابني عم بيقلي إذا سألوك هاي السؤال قللون ما قصدون ما بيطلع قد قصد جامعة هون بلبنان هايدي الصورة على المطار بسماستر واحد تبلك بهاي الصورة ما شافوا نايب هو عم بيمصل لولاده لا في مرافقة ولا في سائقين ولا في أي موكب مش شايفين رايحين عادي مثلهم مثل العالم رايحين يعني هايدي كلها ما بيسألوا عنها نيحل ما جوزتوا بملايين الدولارات بس هلأ أنت شرحت كل هيدا الشرح اللي أنا بفهمه وبتفهمه خليني بس كفيره مش هيدا السؤال منين عم بتحول لهم نصاري منين عم بتحول لهم نصاري منيح لي سألتني هذا السؤال يعني كل سأل أنه معلم أولاده بره فهمنا بعد أولاده لبره فهمنا تبنائنا أولادنا عم بيناموا على الطرقات لأنه ما عم نقدر نحول لهم أجار الفوية أو الستوديو اللي هني عايشين فيه أنا جوابتك أنت منين عم بتحول مصاري لأولاده أنا بطريقة إن ديريكت جوابتك على السؤال بس قلتلك مثلي مثل كل الأهالي كيف عشرات ألاف العائلات اللبنانية عم بيحولوا لأولادهم هلأ أنا رح أحكي بالشخصي بس بلجت الأزمة وإجوا عم بيوقفوا لي قمت لأيامي بالآخر هوا دي مصرياتي يعني عم بحول من مصرياتي كنت صح ولا لا قالوا لي ما بعدنا نحول له آخر شي بس بلش بد يبين بدأ تطلع أقوانينه وصار ضغط على البنك قال منكفي لجورج أنا رحت كان بهمني سلوى لأنه جورج كان رح يخلص وكنا قبل دي جا القصد مدفوع من قبل الأزمات كلها لغاية هاي اللحظة صار لسلوى هيدا سادس أو سابع شهر مش قادر حول لأيرو واحد واحد وقت رحت على البنك قبل ما تروح هلأ جورج لاش راح راح قدم ومنح اللي قبلوه هلأ عم بيضبط وراءه لأن أبا قال لي بابا أنا بصور قادر أدفع الأبرتمان وسلوى بتقعد عندي وبكرة بتبلش استاج نقدر نقطع حالنا يعني إجا ابني عم بيساعدني بمعيش وعيب مش لازم حكيهم مين إلو معي لأنه كيف أنا بنتي أو ابني بدوا يعيش ولاش ما بتسأل رفقاتهم كيف عم بيعيشوا ويدبروا حالهم ولاش عمل لك مثلك الأهل ما الأهل شو عم يعملوا مؤخرا أنا بتعرف شو كنت عم بعمل عم بسحب الألف دولار بالبنك أخدهم من البنك على ثلاث ملايين بسعر ثلاث تلاف وتسعمائية يعني بتعوا ثلاث ملايين وتسعمائية وكنت إيش تحولون ابعتلون بقبيلون خمسمائة دولار اللي هلأ حقيقة ما عاش قادر شو بدي أعمل لأنه اليوم سعر الدولار أكيد طار ما عاشي قادر أعملها لهيدي بدك المضحك المبكي أكتر استيستوني بس رحت على البنك اللي أنا حاطيت فيه مصرييتي اللي هني منتعبي عم قلون أنا بدي سفر بنتي قال لا ما فيها تاخد لأنه هي سنة رايحة قلتلون طب شو الحال هل الأنون اللي طلع قالوا لي أول أول جواب جاني جبلنا فريش ماني قلتلون لش أنا مصرييتي اللي حاطتهم عندكم كيف جبتهم ما كلهم جايبون فريش ماني أنا تعرف شو الجواب اللي بيكون بيجرح أكتر إنه قيمة تبعتها أنا أكيد جوابي كان إنه لو بدي بيع الفوقي وتحتي أنا مش هوقف قدام مستقبل ابني شفت لو مقبولي عم برجع كررها بغير جامعة ما معنا راح تقول إذا نايب مشرع عندهم أكبر كتلي بالبلد البلد بإيدهم هو عم بيحكي هيدا الحكيتك شو تركنا شو تركنا للعالم المعطلة معناتها هيدا وجعنا دوبل عم بيكون أنا بس شوف أهالي الطلاب بنواجع دوبل لأن مش قادر إنزل معهم كوني نايب ومشرع بس مهني محملينك المسؤولية لا بالعقل بيعرفوا أنا قداش اشتغلت شرعت ما أنا مهمة النايب يشرع